اه 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 امان ده العيد اللي هو رجع تاني الصليب من عند الفرس لكن طبعا احنا بنحتفل بالعيد ده يوم واحد علشان الصوم الكبير فاحنا بنقدرش نحتفل به ثلاثة ايام بنعوضه بيوم سبعتاشر تقود ان احنا نحتفل ثلاثة ايام بعيد الصليب في الحقيقة انا حقول كلمتين صغيرين اوي وحقرلكم كده يعني قولة ابائي او قولين حلوين اوي عن قيمة الصليب في حياتنا طبعا كلنا عارفين وكلام يمكن مش هقوله جديد يمكن سمعناه كتير وحنفضل نسمعه لان روح الايمان بتاعنا هو في علامة الصليب فاحد الاباء كده يقول قول حقراء عليكم في اشارة الصليب كل روح الايمان المسيحي فيه اعتراف بالسلوس الاب والابن والروح الكدس فيه اعتراف بوحدانية الفداء التي تمت على الصليب بانتقالنا من الشمال الى اليمين اذا فيليك بنا ان يكون رسمنا للصليب فيه حرارة الايمان عشان كده واحد من الاباء يقولك لما تيجي ترشم علامة الصليب ارشمها بتأني مش بسرعة الشياطين يكشعرون من علامة الصليب وانت بترشمها بمنتهى التأني باسم الاب والابن والروح الكدس اله واحد امين لكن يفرح جدا الشيطان لما يلاقي علامة الصليب بتترشم بمنتهى السرعة يعني اللي هي الرشمة السريعة بتاعتنا اللي احنا بنرشم بها لا لما نيجي نرشم علامة الصليب لازم بمنتهى التأني لان ده ايماني زي ما نقرأينا دلوقتي في القول اللي احنا بنقرأ في قول تاني جميل او يقوله ما لإفرام السورياني لا تخرج من بيتك ما لم ترشم نفسك بعلامة الصليب في اكلك وفي شربك في نومك وفي صحيانك في بيتك او في الشارع لا تهمل هذه العلامة المقدسة لانه لا يوجد حارس مثلها حصن لك لتكون في مقدمة اعمالك وعلمها لولادك احنا كلنا بنعلم ولادنا انهم يصلوا بس عايزين نعلمهم انه لما يرشم علامة الصليب فيها قوة كبيرة جدا 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 قبل اي حاجة تعملها ارشم علامة الصليب يبقى الخطوة الاولنية هعلمها لولادي ان الصليب ده فيه روح الايمان تاني حاجة اعلمها لنفسي ولولادي اني لازم ارشم علامة الصليب بمنتهى القوة والايمان في كل خطوة لانه دي اكتر حارس يحرصني واكتر حاجة الشيطاني يقف قدامها ما يقدرش يقف قدامها ده يكشعر منها يكشعر من علامة الصليب هناخد اية واحدة بس هنتأمل فيها ربنا قال كده قال لله لليهود ولكنكم لستم تؤمنون لانكم لستم من خرافي كما قلت لكم لان خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني لو فاكرين كده ربنا لما اتكلم مع التلاميذ وقال لهم من اراد ان يحمل الصليب يأتي ورائي ويتبعني تعالوا ونفكر ايه هو الصليب في حياتي ساعات كتيرة سامحوني في اللي حقوله لما منيجي نقول له واحد ده صليبك يقولك بلاش الكلمة دي لو سمحت ما تتعبوناش وتعصرون تعصلك في ايه ده ربنا اراد انه يحملك صليب على قدك عشان تفرح بيه وتتبعه الصليب هو الجهادي في حياتي مع ربنا هو جهادي في حياتي الروحية انا عندي خطايا وبسبب الخطايا بتاعتي ربنا حمل الصليب بسبب الخطايا اللي انا عملتها ربنا نزل وتجسد في بطن امنا العذرة عشان يتمل الفداء ويفديني على الصليب الصليب ليه في حياتك حاجات كتيرة جدا 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 الصليب من غيره من غيره لم تكتمل التوبة يعني اللي يفاكر ان انا اقدر اقدم توبة بس وربنا حيسمحني اه ربنا حيسمحك بس اذا ما كنتش تروح لب اعترافك وتعترف بالخطايا وتقر بيها ويتحط الصليب ده على راسك وتسمع الحل الصليب لما ببتدي اجاهد فانا بحمل الصليب صليب الجهاد ضد الخطيئة صليب الجهاد ضد اي حاجة بتزعر ربنا مننا لو احنا تبعنا القداس دلوقتي حنلاقي علامة الصليب دي موجودة كتير جدا من اول تقديم الحمل وعلامة الصليب دي موجودة من اول مرة ابونا بيرفع البخور وعلامة الصليب دي موجودة لما حيتم صلاة الصلح دلوقتي وابونا حيمسك اللفافة اللي بنسميها لفافة الخطيئة لان بنقوله كده في القداس الغرغوري بخطيئتي ختمت على قبرك حنلاقي شماس واقف الناحية التانية ماسك الصليب بس من شايفينه لان الخطيئة تفصلني عن ربنا الخطيئة تفصلني عن ربنا اول ما يبتدي ابونا يقول بالمسيح يسوع ربنا اللي فافة تعمي ايده ونشوف علامة الصليب لانه بالمسيح تم خلاصنا على عود الايه على عود الصليب عشان كده النهاردة عايزين نركز في عيد الصليب فرصة حلوة جدا اتعلمناها النهاردة وانا اولكم الصليب في قوة ايماني المسيحي يحمل جواه قوة الايمان المسيحي لما ارشم علامة الصليب ارشمه بمنتهى التأني ومنتهى البطء مش بسرعة لان الشياطين بتقشعر ما تقدرش تقف قدام علامة الصليب لكن الحركة السريعة اللي احنا بنعملها بينبسط بها الشيطان قوي واخر حاجة تابع الصليب في حياتك صليبك هو جهادك ضد الخطيئة طول ما انت بتجاهد ضد الخطيئة طول ما انت بتشيل الصليب مع المسيح طول ما انت واقع في الخطيئة طول ما انت بتحمل المسيح الصليب لإلهنا كل مجد وقرامة من الآن والآن